اهلا بحضراتكم ايه هي طبيعة او شكل او تقدر تقول تقدير الجهد المصري لارساء الامن والاستقرار في الاقليم بكمله ده واحد اتنين في ضغط دولي على اسرائيل حلو يا تره هل تره الى اين ذهب هذا الضغط الدولي يعني اصداء هذا الضغط الدولي معنا داخل الستوديو نرحب وبشدة بدكتور مخيمر ابو سعدة استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الفلسطيني اهلا بك اهلا بحضر ايضا دكتور علاء شلبي رئيس البعثة العربية لحقوق الانسان منورنا دكتور كل كويس الحمد لله هبدأ الاول مع دكتور مخيمر حول الجهد المصري كيف ترى دكتور الجهد المصري لاجل ان يستقر الاقليم ولاجل حل قضيتنا المركزية وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة مساء الخير مساء البور مصر عملت دائما على فكفكة مشاكل المنطقة ومنذ بداية الازمة او الصراع الاخير والحرب والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تقدمت مصر بأكثر من مرة من خلال جهود لوقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي ولكن اسرائيل هي من كانت يعرقل هذا الجهد المصري على مدار الأشهر الماضية وكل يذكر قبل ثلاثة أسابيع عندما وافقت حركة حماس على المقترح المصري ولكن اسرائيل هي من رفضت هذا المقترح ولذلك هذا جهد مصري يصب في دعم حالة الاستقرار الاقليمي لأن هذا العدوان الاسرائيلي وهو غير مسبوق بالمناسبة على قطاع غزة بحجم الدمار حجم الضحايا والجرحة الذي حصل على مدار الأشهر الثمانية الماضية غير مسبوق لم يحدث في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي أن استمرت حرب لمدة ثمانية أشهر ووقع هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات وهذا الدمار غير المسبوق الذي يحصل في قطاع غزة ولذلك منذ البدايات فعلت مصر الدبلوماسية المصرية من خلال عقد اجتماع لجامعة الدول العربية ولقاءات بين وزير الخارجية المصري وزراء في المنطقة وكذلك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء المنطقة ولكن كما قلت المشكلة دائما كانت عند الجانب الإسرائيلي المشكلة كانت في مماطلة إسرائيل ومحاولة أن يكون هناك دائما عثرات في أي وقف لإطلاق النار مما يشكل حالة التوتر في المنطقة الموضوع لا يقتصر الآن فقط على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هناك جبهة مشتعلة ومتوترة في جنوب لبنان مع شمال إسرائيل هناك جبهة البحر الأحمر من قبل الحوثيين هناك بعض عناصر المقاومة سواء في العراق أو في سوريا التي تحاول أن تستغل هذا الظرف من أجل دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولذلك المنطقة كما نسمعها على صفيح ساخن وقد تذهب هذه التوترات إلى مزيد من التوتر إن لم يتم احتواء هذا الموقف وكما قلت ثمانية أشهر هي كافية لأن يتحول هذا الصراع إلى أكثر مما هو صراع فلسطيني إسرائيل طيب هنا لازم أرجع لدكتور علاء هناك ضغوط كثيرة تمارس على الجنب الصهيوني لو صح التعبية طبعا فيه هناك الضغط المصري من جهة وهناك أيضا الضغوط الدولية لكن إلى أي مدى ترى أن هناك صدا حقيقيا لهذه الضغوط لا بالتأكيد الصدا كبير جدا لأن إحنا ما نشوف مثلا النهاردة الاعتراف الأوروبي سلاسي الأخير بالدولة الفلسطينية ده أمر بعتقد نهم جدا ويعمل نقلة كبيرة في أوروبا بتصور أن النهاردة اللي حصل في برلماء الدنماركي من رفض هذا الاعتراف هو محاولة بفرمالة يعني موجة كبيرة قادمة يعني إحنا عندهم 147 دولة معترفة بالدولة الفلسطينية الضرر الفادح اللي حصل لإسرائيل أكثر حصل في إطار دعوة جنب أفريقيا أمام ما حكى في العدل الدولية لأن إسرائيل بنت المسألة على دور المظلوم المظلومية نتيجة عن اللوكوست بأترى وهم ضحية الإبادة الجماعية النهاردة هم ثابت أنهم متهمون بارتكاب هذه الجريمة صحيح إذا لم تصدر بعد والمسألة قد تأخذ من سنة إلى سنة سنوات في العدل الدولي لكنهم أصبحوا متهمين والعالم يتفق على أنهم متهمين والنهاردة مثلا على سبيل المسألة صدر بيان من 50 خبير مستقل ومقرر خاص لحوول الإنسان في الممتحدة بيأكد على هذا المعنى أن إسرائيل ترتكب بعد جماعية وأنه يجب أن تنتسل لأوامر محكومة العدل الدولي وكثير من البيانات الأخرى وما إلى ذلك النهاردة حتى في وسط الطيار الصيوني المؤيد حتى لإسرائيل بشكل أعمى كان فيه انشقاء كبير جدا موجود في كتير من مناطق دور اللي اتعامل كمان من خلال الجهد المهم اللي بتزيله مؤسسات الحققية الفلسطينية وليحنا انخرقتنا فيه في المنظمة العربية لحوول الإنسان وانخرت فيه منذ العام 2002 بالمناسبة ده دور مهم جدا وصلنا النهاردة أنه من حكم الجنائية الدولية المدعي العام بيطلب اعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع هذا فيه خسور شديد بالمناسبة لأنه هناك أيضا اتهام يجب أن يوجه لقالات الأمنية والعسكرية اللي بتمرس هذي الجرائم على الأرض لأنه فيش حد مع فيه من مستوى القوائم إنما في كل الأحوال هذا الززال كبير بالمعنى القانوني والززال كبير بالمعنى السياسي اسرائيل حتما بترتكب طائفة واسعة جدا من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحوول الإنسان التي يجب أن تساءل عنها وتحسب عليها والنهاردة احنا شوفنا ازاي حتى على مستوى الأوروبي كنا مندهشين جدا موقف الألماني مش مندهشين أول موقف بريطانيا لكن حتى هذه الموقف النهاردة ترجعت للخلف كثيرا جدا لم يعد هو بوشنطن التي تحاول أن تدارع عوردها في الحقيقة أكثر من أي شيء آخر لأنها أصبح مكشوف جدا المسألة ويبدو أنه بدل ما جو بايدن كان بيحاول ينجح في أنه يطيح بناتنياه نتنياه هو لا يطيح بجو بايدن في الحقيقة لأنه لازال متردد وإيدي مرتعشة وخائف ومش قادر يتخرج خطوة للأمام رغم أنه أمامه كل الحقائق موجودة وكمنة وواضحة للعيان بشكل كبير جدا فكرة مثلا ما نتكلم النهاردة على الجريمة الكبرى كتفرفها مؤخرا فنحكي عن أنه إحنا والله أصلاقة غلطة والله أصلاقة الجيش إسرائيل هيحقق وإحنا عيلاقتنا بالموضوع يعني هو الجلاد هو اللي بيحقق محرقة المخير آه على سبيل المثال ده مثلا مش ممكنها مستحيل ما نشوف مثلا على سبيل المثال في حدث المستشفى المميداني يعني في محاولة لضرق التهمة عن إسرائيل بأي شكل من الأشكال رغم أن إحنا عندنا حتى تصريح مسؤول مصري نشرع قائلات إغبارية بالمناسبة في ذلك التوقيت أكد أن الضربة جاءت بمعرفة قوات الاحتلال إسرائيل يعني فيه هناك أمور لم تعد في مجال لها العمل فيها وينفعش كمان وحتى في ظل الإدارة ديمقراطية تمارس الوصاية على المجتمع الدولة بإسم حق الإنسان لم يعد هذا مقبولة بأي حاب الأحوال يعني في الحقيقة طبعا الجهود المبزولة من مصر من الأردن تحديدا منذ 7 أكتوبر وبعدها الدول العربية اللي بتدتها تزايد تلتحم بهذه المسألة حوالي تساعة عربية مؤسرة إلى حد ما موقفها متفاوتة لكن في نهاية لابد من عام الجماعي يعني هذا بنقول أنه كان عندنا إسرائيل تقدم نفسها بدور الضحية 7 أكتوبر الجهد اللي بوزر من ناحية مصر ثم الأردن ثم بعد دول العربية الأخرى منذ قمة قائلة السلام 21 أكتوبر هو مسألة الترابيزة كانت كلها دوليا في اتجاه إخوانا الفلسطينيين وتبرر يعني أشياء بشعات وفزاعات كبيرة جدا الجهد السياسي اللي بوزر في الحقيقة عادت صواب إلى بشكل كبير هو عاد تسكين الناس بأنه مثلا ما بابتدلش بساعة أكتوبر بابتدت 48 وابتدت 67 وابتدت من سنوات طويلة وابتدت من ظنهية المحادثات التتسوية واتفاقات السلام كلها وعدم الوفاء بالتعهدات وما إلى ذلك فأعتقد ده كان مهم جدا على مستوى السياسي لكن كمان مهم جدا في الحقيقة أن نلاقي هذه الدولة طبعا ميزان للأسف الشديد ميزان القوة الدولية ميزان لصالح حيات المتحدة مزاره الخمس لأثمان سنوات القادمين لكن في الحقيقة كمان إحنا لقينا توظيف جيد جدا للقانون الدولي في الصراع وخاصة القوة الدولية لحقوق الإنسانة القانون الدولي الإنساني وهذا أمر نعتقد أنه مهم لأنه حشب إسرائيل وحلفائها في الزاوية وأصبحوا أمام حقائق لا يمكن أن يفكيك منها في الوقت الحالي ونحن نشعر بأن الجهد اللي بنقدر نقوم به في المجال الجنائي هيؤتي سمارول لأن إحنا مثلا منذ فبراير الماضي وبإذن إيجابي جدا من السلطات المصرية شكلنا بعثة مشتركة من المنظمة ومن المنظمة عربية لحقوق الإنسان ومن مركز الميزان لحقوق الإنسان وهو فرع المنظمة في فلسطين المحتلة واللي موجود مقر رئيسي في قطاع غزة على سبيل المسان تساهمنا حتى الآن في المرحلة الثانية تساهمنا حتى الآن في توصيق حوالي 120 جريح فلسطيني من بين أكتر من 1200 زرناهم تفقدناهم في المستشفيات جرحة ومرضة في 22 مستشفى في 11 محافظة نستكمل إن شاء الله في الفترة الجاية المرحلة الثالثة والربعة اضطرعنا عالية المساعدات في المرحلة الأولى وعملنا تقرير كامل كان في يوم 85 حالة موثاقة وأعلننا ده في مؤتمر صحفي في مقارن المنظمة حضروا في الحقيقة أعلام كبير جدا محلي وإقليمي ودولي لافت وهذه الحقائق قضعت أمام مليات تحقيق بناء الدولية سواء كان لجنة تحقيق التابعة لمجلس حول الإنسان في المهم المتحدة أو أمام محكمة جنائية الدولية أقوى من مقرر خاصة لحياة حول الإنسان في المفلسطين واللي جميعهم نما زالوا القاهرة في الحقيقة في فترة لاحقة على بدء أعمالنا وبطريقة أو خطة عمل تضاهي ما قمنا به أيضا كانوا جميعا سعداء باللقاء معنا لإطلاع على ما قدمناه من معلومات أولية ثم التقرير الكامل ووضع بين أيديهم بالحالة الموثاقة كاملة وفقا لمعير التحقيق الدولية عشان نقدر نساهم ومتساكمل هذا الجهد في الحقيقة في الفترة دي نسا لاجع أنها قدر باع العصر من دنيا بعد جولة شمالة دلتا شمالة خمس محافظات وإن شاء الله الأسبوع القادم هنكون في شمالة سيناء أيضا للمرة التانية ونتفقد أليل المساعدات اللي جانب المرضى والجرحة الموجودين هستأذن أننا هطلع فيه فاصل وعايز أرجع بعد الفاصل لدكتور مخيمر في إطار يمكن الكلام اللي تكلم فيه الدكتور علاء وفي نفس الوقت فيه إطار المتغيرات اللي أصبحت حادثة أو حصلها على الصعيد الدولي كذلك انضمام مصر لدعوة جنوب إفريقيا كيف نستطيع أن نستثمر أو المزيد من الاستثمار لأجل وضع حد فاصل لهذا العدوان يعني نحن نريد إيقاف العدوان أولا ثم البدء فيه العمل على خطة واسعة لإنهاء هذا الصراع بحل الدولتين هنروح للفاصل ونرجع لها دكتور مخيمر ودكتور علاء شنبي انتظر مدلق صبحته بقانا طبعا في 11 ديئة كمان آه بصراحة خليني الأول وجد الترحيط مرة تانية بدكتور مخيمر أبو سعدة ودكتور علاء شلبي وأعود إلى دكتور مخيمر استثمار كل اللي اتكلمنا فيه أو يمكن كل اللي اتكلم فيه دكتور علاء شلبي زائد استثمار الموقف المصري من جاء وانضمام بما نحن نتكلمنا على الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا وإعلان مصر انضمامها لنفس دات الدعوة استثمار ده لإنهاء هذا الصراع أولا بإنهاء العدوان فوجة نظرك دكتور يبدأ إزاي شوف ما حصل من وجهة نظري وأكد ما تحدث به الدكتور علاء على مدار الأسبوعين الماضيين أكثر من مسألة أولا دعوة المدعي العام لمحكمة الجناية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت وهذا أمر غير مسبوق يعني دائما كنا نعتقد بأن إسرائيل هي دولة فوق القانون ولا يمكن أن تصدر مذكرة اعتقال بحق إسرائيل باعتبار أن إسرائيل محمية من أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وثانيا القرارات التي صدرت أولا التدابير المؤقتة التي صدرت عن محكمة العدل الدولي في 26 يناير من هذا العام وكذلك القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولي يوم الجمعة الماضي 24 مايو من هذا الشهر والتي طالبت إسرائيل بوقف العملية البرية في قطاع غزة وفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الغذائية والدوائية لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة يضاف إلى ذلك اعتراف ثلاث دول وازنة في أوروبا نحن نتحدث عن دول هامشية نتحدث عن أي دول من هذه الدول الاقتصادها هو أكبر وأقوى من الاقتصاد الإسرائيلي دول مثل أسبانيا وإيرلندا والنرويج وهناك دول أخرى مرشحة سلوفينيا تفكر في مسألة الاعتراف بالدول الفلسطينية وأعتقد مالطا كذلك على الطريق ولذلك هذه الإجراءات الثلاث الأخيرة في تقريبا خلال أسبوعين أفقدت إسرائيل توازنها أفقدت حتى نتنياهو كرئيس للوزراء ومجلس الحرب الإسرائيلي توازنوا وبالتالي باتت إسرائيل في موقع الدفاع عن النفس بعد هذه القرارات صحيح أن هناك اتهامات لمحكمة العدل الدولي بأنها محكمة غير سامية وهذه الاتهامات لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي إسرائيل والصهيونية في كل دول العالم أي شخص يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية أو بالعدوان يتهم بأنه غير سامي أو يتهم بأنه معادل السامية وهذا لم يعد مقبول على المجتمع الدولي بسبب هذه التصرفات وهي تصرفات جرائم إبادة بحق الفلسطينيين والتي أكدتها المحاكم الدولية سواء محكمة الجنايات أو محكمة العدل الدولي الآن كيف نستثمر ذلك في الضغط على نتنياهو أو الضغط من أجل وقف اطلاق نار للأسف لا زالت إسرائيل تمانع ولا زالت ترفض هذه القرارات لأنه أولا كما قالت صحيفة الجارديان البريطانية بالأمس حاولت إسرائيل من خلال جهاز الموساد الإسرائيلي تهديد محكمة الجنايات الدولية تهديد المدعية العامة السابقة فودا بن سودا وكذلك التنصط على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية التي تدعم محاسبة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية ولذلك أصبح هذا الموضوع بمثابة فضيحة الآن أن إسرائيل تهدد أعلى محكمة جناية في العالم ولذلك إسرائيل لم تبدي أي استعداد لا للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية ولا مع محكمة العدل الدولية ولا زالت تتصرف للأسف باعتبارها دولة فوق القانون بسبب الحصانة الأمريكية وللأسف سمعنا بالأمس تصريحات من جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي الأمريكي الذي قال لم ترى الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة عملية برية كبيرة في رفح أمر غير منطقي هناك عملية برية إسرائيلية في رفح منذ ثلاثة أسابيع قتل فيها عدد كبير من الفلسطينيين عدد كبير من الجرحة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونر وفليب لازاريني قال بأنه مليون فلسطيني نزحوا من رفح خلال الثلاثة أسابيع الماضية وأمريكا لا زالت تتحدث بأنه لا يوجد هناك عملية كبرى في منطقة رفح ولذلك للأسف الولايات المتحدة هي من يمثل الحصانة لإسرائيل حصانة دبلوماسية وحصانة سياسية وهي من يدعم إسرائيل هناك تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم قال بأن القنابل التي ألقيت على خيام النازحين في رفح قبل يومين هي قنابل أمريكية والأمريكان أو بلينكين قال بأنهم يريدوا أن يجروا تحقيق بهذا الموضوع فهي صحيفة أمريكية صحيفة نيويورك تايمز التي جاءت بهذا الخبر هي صحيفة أمريكية وحددت نوع القنبلة التي ألقيت على خيام النازحين ولذلك للأسف نحن نأمل أن تتوج هذه الجهود الدولية والإقليمية والمصرية بضغط على نتنياهو لوقف الحرب ولكن هنا دعني أضيف نقطة أن نتنياهو يماطل من أجل استمرار الحرب نتنياهو يعلم تماما أن في اليوم الذي تقف فيه الحرب سينهار الاعتلاف الحكومي سيخرج زعماء الوزراء المتطرفين بنكفير وسموتريتش من هذه الحكومة تنهار هذه الحكومة يذهب إلى البيت وثم يذهب إلى السجن ولذلك هناك مصلحة للأسف مصالح ذاتية بين نتنياهو وبنكفير وسموتريتش والمتدينين في هذه الحكومة من أجل الاستمرار حتى ولو كان على حساب الدم الفلسطينية هنا أريد أن أرجع بسرعة على الدكتور علاء شلبي قبل مختم معايزة هتناقش في نقطة بصوتها عالي مش أول مرة يبقى فيه مذكرة اعتقال تجاه سياسيين أو قادة إسرائيليين لأنه قبل كده لو أنا فاكر 2016 كان سيب ليفني كان عندها مذكرة اعتقال في لندن وبيطلع مذكرة الاعتقال من محكمة بريطانية أهو محكمة بريطانية مش هيتقللنا بقى أصلي دي محكمة جنائية ودي مش جزء من التنظيمات المؤسسية بتاعت الأم المتحدة إلى آخره محكمة بتقول الستيجة لازم بتقبض عليها تيجي السلطات البريطانية نفسها وقتها الحكومة البريطانية تراوغ وتجنب سيبي ليفني تهربها تهربها ومش أول واحدة قبل لقى كان شؤون مفاز حذروا من النزول عطالات العام وقبله كان درون إلم قادمة تجنوبيا السابق وكان فيه كمان عندنا في نيجلاندا في أوكلاند مش في لينجتون في أوكلاند كان مشيعلون كل هذه القضايا جزء من طائفة كبيرة جدا من القضايا اللي حركتها موصل الحقاية الفلسطينية واللي احنا انخرطنا في بعض منها أيضا كممظمة عربية لحول الإنسان إنما هو في الحقيقة أنا النهار دا مع المحكمة الجانية الدولية أمرها نافذ في 124 دولة ما بقيتش واقف على بريطانيا وبريطانيا قاعدت تعيط لانتنياهم عشان يديهم جواب رسمي يقولون إن ليفني كان في الزيارة رسمية ليه؟ لأنه موجب فتوى العدلة الدولية في الأبد على زيارة قريدة الكنغة في فرنسا في 2005 المسؤول لما يسافر في مهمة الرسمية يبقى عنده حصان وهم كده عشان البريطانيين يحفظوا ما أجوههم يعني إنما تبقى ليه نظام روم الأساسي في حكامة الجديدة دولية مفيش حصان حتى لو هو موجود في منصب وراح في الزيارة رسمية لابد من القبض عليه في دولة الدولة الـ 124 كل دولة التحاد الأوروبي أعضاء في المحكامة الجديدة الدولية كل دولة التحاد الأوروبي إذا النهار دا نتنياهم قدرش يروح أوروبا بأي حامل أحوالها على سبيل المسايا 124 دولة في العالم مش ممكن يحط رجله فيهم وإيه اللي تيم القبض عليه تنفيذ الأمر المحكمة فإحنا أمام تحول كبير جدا عشان كده هو زلزل بمعنى قدومية ومعنى سياسي لكن كمان فكرة بقى اللي أنت قلت عليها أن مصر تدخل في دعم مع جنوب أفريقيا في الدعواء أبا ما حكبت لها الدولية دا له أهمية ضخمة جدا ونفضل لي أقل من دقيقة دي لأن أحدا من الدول المنخلطة في الوضع القائم زي مصر والدات المتحدة قطر والأردن على سبيل المثال لما تدخل وتقول شيء يأخذ في الحزبان في المعادلة المحكامة فده أمر مهم جدا فده أمر بيدعم إمكانية إدانية إسرائيل وتبقى انتهت المظلومية اللي بتصدم كغطاء لتبرير الدم الفلسطيني الفضيع اللي احنا يعني مأساة كبيرة جدا بتشوفها والله خلال هذه البعثة المشتركة اللي بتنديها في المستشفات المصرية شيء يفوق الوصف مؤلم أنا كنت حب إن احنا نوعد أكتر من كده والله العظيم فعلا يعني وأنا دايما يعني أوصف دائما وحتى أسرين من إحنا فلسطينيين أكتر من الفلسطينيين بس يعني لا والله لكن هو الوقت جري وأنا سرقت بوضي شوية دقيق من زميلي كريم رمزي ويمكن برضو أنا طولنا حبتين يمكن عشان كنا نهاردة اليوم مزدحم حبتين فأنا اعتزل لحضراتكم على الوقت القصير وأتمنى أن احنا فعلا نكمل هذا الكلام وخصوصا في مسألة حصار إسرائيل وحصار قادتها بشكل سياسي وبشكل قانوني على المستوى الدولي دي زاوية مهمة جدا لازم نتكلم فيها ويمكن كمان هنتكلم على فلسطين من الداخل ومسألة رأب الصدوع وانضواء الكل تحت الوقت منظمة التعبير ده الحلم اللي أنا مستنيني غالبا من ساعة متولد لكن خليني أجدد الترحيب بكم مرة تانية وأجدد الشكر اللي وجودكم معانا دكتور مخيمر أبو سعدة ودكتور علاقش اللي بنورتوني وشرفتوني للأسف الشديد خلصت الحلقة لحد كده ثواني يكون موجود كريم رمزي وشكرا لنا كريم وأسفين على أن احنا خدنا حتى من برنامجك لو كلنا العمر هنتقابل تاني إن شاء الله يوم السبت وفي نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامت